بعد عامين ونصف العام من العمل الدأوب المتواصل في إنشاء أحد أهم المشاريع الحكومية في محافظة لبريمي تم الانتهاء منه ومن هذه النقطة تم افتتاح الحركة المرورية لازدواجية طريق محضر روضة والذي يعد رفدا قيما لمنظومة الطرق التي تتمتع بها محافظة لبريمي الطريق وكمشروع حيوي للمواطن والعابر يشكل بانصيابية حركته وربطه بين ولاية محضر ونيابة روضة نقلة نوعية تمثلها تسهيلات العبور واختصار المسافة والأمان الذي تم مراعاة مقاييسه أثناء إنشاء المشروع طريق صمم بمعايير مقاييس عالمية وجاء أيضا التنفيذ بجودة عالية جدا ولله الحمد طريق مزدوج يخدم بشكل اجتماعي واغتصادي المشروع تم في الفترة المحددة له ووفق الموازنة المعتمدة له الوزارة أيضا مستمرة الآن في تصميم ربط هذا الطريق بولاية البريمي من محضر إلى البريمي وأيضا هذه الإضافة مهمة جدا وهي في مراحل التصميم حاليا ومن هنا تم التعريف بالمشروع ومواصفاته التي روعي فيها دق تفاصيل الطرق الحديثة والعصرية فقد امتد الطريق ليصل طوله إلى 60 كم متمتعا بأربعة أنفاق كممرات سفلية وأربعة جسور علوية وأكثر من 760 عبارة صندوقية لتصريف المياه كما زود أيضا بوسائل السلامة الحديثة شكلتها أعمدة الإنارة التي تضيء الطريق بأكمله والحواجز الخرسانية والحديدية وتلك اللوائح الإرشادية التي لا تخطئها عين السائق أثناء قيادته يخدم هذا الطريق الأهالي بصورة مباشرة ومن المؤمل أنه يخلق حركة اقتصادية نشطة في الولاية لكونوا يربط المحافظة محافظة البريمي بالعموم إضافة مع الأخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة بالتالي هذا الطريق أيضا مع امتداده المستقبلي وربطه بطريق مزدوج مع ولاية البريمي سيكون معبر دولي ويعتبر هذا الطريق الذي يبلغ عرضه أكثر من عشرة أمتار نقلة نوعية في الجوانب الاقتصادية للمحافظة فسيمثل بازدواجيته معبرا سهلا للسلع والبضاعع ومختلف المنتجات نتيجة ربطه بدولة الإمارات العربية المتحدة الطريق بلا شك بأنه راح يكون رافض اقتصادي مهم جدا لمحافظة البريمي وأيضا لولاية محضة راح يكون أيضا له مردود إيجابي لفتح مخططات سكنية جديدة مخططات تجارية جديدة وأيضا في القطاع السياحي راح يأمن عبور آمن لسياح ليتنقلوا بين أرجاء المحافظة ولن يغفل العابر على هذا الطريق ما تخفيه الطبيعة من مواقع سياحية نخاذة تعكسها صلبة الجبال الملونة وتلك الكثبان الرملية الذهبية التي اختارت طريق المرور عليها الأمر الذي سينتج بعد ذلك حركة سياحية ومشاريع خدمية واستثمارات متنوعة من ولاية محضة بمحافظة البريمي عيسى بن خلفان الكعبي ترجمة نانسي قنقر